موسيقى السلام عليكم اهلين فيكم في الفيديو المترقب الوهو مراجعة الايباد برو 2020 كبداية شريت الايباد برو 11 انش ليش لان انا عندي الايباد 12.9 فحلو اننا نسوي مغارنة بين الايباد الغديم او حتى الايباد الجديد 12.9 و 11 انش نحطهم بين بعض عشان الاشخاص اللي الى الان ما بعرفين كيف يغررون اي جهاز يخذونا مع النابل حط الخيرات زي كذا 11 و 12 علشان نتحدد بعضهم ما بعرفين يحددون اي واحد تنصحني المهم نبدأ معكم مثل ما نشوف الايباد برو مع الكيبورد العادي الكيبورد مش الماجيك كيبورد لان الان ما بعد نباع الماجيك كيبورد فنبدأ نسوي مغارنة برضه الكيبورد العادي مع الكيبورد الغديم ونشوف شو الفرق بينهم فخلونا نبدأ مثل ما تشوفون الايباد برو 11 انش يكون second generation طيف نفتح معكم الجهاز طبعا كبداية اللي ما يعرف انجليزي مثلا من الخلف راح يكتبون لك ان النوع مثلا سيلفر او سبيسي غري لكن الاشخاص اللي ما يبون يقرؤون عنها بصغير الكلمة ومن بعيد يبون يعرفون يعرفون من الكتاب هنا اذا كانت الكتاب مثل ما نشوف سيلفر فيعتبر الايباد سيلفر اما اذا كانت الكتاب داكنة او سبيسي غري فعلى نون الجهاز تطلع الكتاب اللي في الجن مع علامة أبل برضو مثل ما نشوف طيب نفتح معكم الايباد ما اتوقع فيه شي جديد في الشكل او شي لانه نفس الايباد الغديم لكن اوكي مثل ما نشوف خلنا نحط الايباد على الجن نشوف اللي داخل ما عنا اشياتها لكن هنا ستارت قايد مع الاستكارات منين ابل ايباد برو طريقة استخدامنا مع اي او اس 13.4 هنا USB-C to USB-C مثل ما نشوف مع الشاحن اللي نزل قبل سنتين المنطة 10 واط بس طريقا هذا اللي يجي في العلبة وقبل ما نسكر العلبة نفتح معاكم الايباد بعض الاشخاص يحبون للصوت بس يلا نسمعكم اياه بس طريقة طبعا مثل ما نعرف ان الايباد سيعتبر رحين ريسايكابول حتى العلبة حقها هذه ليس بلاستيك هذا ورق نفتح الكيبورد الثاني طبعا ابل نزلت التراكباد بس كيبورد ثاني ولا رح ينباع حين رح ينباع في شهر 5 حس حجمه حلو فيه هنا برضو ستارت قايد ولا اشياء هذي نسكر كل شي الكفار رح نتكلم عنه الايباد الجديد كل اشياء الجديدة طبعا اوكي الفيس اي دي موجود نجرب الفيس اي دي نفس الفيس اي دي الغديم ما في فرق في السرعة ولا شي اليو اس بي سي نفس الغديم موجود هنا تقدر تركب فيه الفلاش تركب فيه ماوس تركب فيه كيبورد اي مدخل هنا نفس الابتوب تركب فيه اي شي يشتغل عندك بسم الله فتحنا سبيكرات طبعا السبيكرات نفس الغديم الباور هنا هنا مكان القلم ما سوى فيه فرق والمثيرة لنفس المثيرة الغديم فالجهاز ينحني اذا انت بتحني لو انحنى جهازك تقدر ترجعها قبل ويرجعنا لك طلعتها من العلبة ومحني تقدر ترجعها قبل غير من الكياب ترجعنا لنفس السيناريو العباد الجديد ينعفض العباد الجديد ينكسر لماذا؟ لان هذه الأشخاص وهم من نفسهم يضغطون عليه ويكسرونه فان تشتري جهاز بتسوي ذلك الحركة تشتري جهاز مثلا عطني أي جهاز تسوي فيه كذا ما ينكسر ما هي صح؟ لكن لو بالقلط هذا العباد الجديد هذا هو بالقلط مثلا محضط على الكمل بالقلط وهو محضط على الكمل جلست عليه وزني في الثمانين أنا هذا جلس عليها العباد والله تحت شوفوا العباد تحت جلس علي مرتين نقوم نجلس ثلاث مرات تسوي رياضة ويطلع ناحين عفض صار لشي هذا الضبط ما فيه أي شيء نفس المغاص فأتمنى لسئلة ذي خلاص بعد وعنها أي شيء ينكسر في العالم حتى الآدمين ينكسر جهازك تحفظ عليه حطه في الغلاف بالقلط جلست عليه ما صار لشيء حطه في أي مكان عاملة كجهاز عاملة جدا جدا جهاز ما بتعاملك كطبوقة حتى طبوقة تنكسر فأتمنى أن توقع أن الشيء فهمتوك أما أنا بمسكة أسوي له كده لازم ينكسر شيء طبيعي أجيب تل شوفت شيء التلفزيون وعندي شوف من كم نستهدم التلفزيون لماذا رميت عليه شيء تنكسر لماذا هتكلم قبل ما تنكسر شيء طبيعي ان تستخدم الجهاز علشان شنه مصنوع له مصنوع الجهاز تستخدمه ما بمصنوع الجهاز تستخدمه كده حتى نكسر فهمنا؟ خلاص نعديد السؤال خلاص نشوفه أسئلة ثانية جديدة فعلا ونشوف هنا المكان هاد مكان نحنه ليش؟ لأن هنا المنطقة الضعيفة اللي هنا هذا بلاستيك يعتبر روشي لحق القلم الغديم القلم أبل بنسل 2 نفس الايباد 2018 يركب عليه مثل ما نشوف تعرف عليه وخلاص المايكات صارت أكثر من المايكات الغديمة فالآن عندنا خمسة مايك فهنا اثنين هنا واحد أربعة هنا وهنا خمسة فأفضل فالالتغاط الصوت أفضل من الغديم يعني الفرغات بيني وبين الغديم رح نتكلم عنها هن كلها البطارية ما غيروها رح نتكلم عن البطارية شوي بس البطارية ما غيروها لكن افضل فعلى كلامهم اعتبر إنسان الطبيعي رح يستخدم الجهاز يعني بالكثير عشر ساعات اعتبر وباقي الأوقات لازم تجري استروح تروح تكلم أهد الشباب وكل شي تهد جهازك يعني تجيس عليه على طول تجيس عليه على طول لازمين من الكهرباء يعني تحطه في الشاحن فعشر ساعات ممتاز في الاستخدام الطبيعي يعني فاستخدام أخف بيكون أفضل برضو فمثل ما نشوف تقدر تشبك عليه ماوس تقدر تشبك عليه كل شي حيما على صدرات الجديدة لو بنتكلم عن سبع أشياء تميز الأيباد الجديد من الايباد الغديم كبداية الكاميرا الكاميرا حين مثل ما نشوف الجديدة صارت فيها او صار في الايباد الجديد كاميرتين فالكاميرتين شميزتهم الكاميرا الأولى نفس الغديمة ما تغيرت ما توقع برضو حطوا الكاميرا لحق الايفون 11 بالنسبة لي ما توقع أن أحطوها ليش لأنها ما تصوى تصويه حتى ليلي فالكاميرا توقع غديمة الثانية ويد أنجل هذه الغديمة لكن 12 ميجابيكسل الوايد أنجل برضو ما بنفس مالة البرو او الايفونات 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 الالترا وايد غصدي فيها 12 ميجابيكسل احين هنا 10 ميجابيكسل بس فحركة ما دل من صناعتها بل لكن جديد يعني صناعتها ما بكوكس لحق الايفون وهنا لو بنشوف لو هل يبين عندكم ولا لا يوا هنا الدائرة ذا اللي موجودة هنا مش الفاتحة لا في مايك في دائرة في الوسط هذا اللايدار اللايدار بعد ما شفت الفيديوهات اللي موجودة في اليوتيوب وابل لتكلم عجبني هذه القطعة دي اللايدار لازم تنزل في الايفون الجديد لازم هذه ميزة دي لازم تنزل اللايدار في الـ AR ممتاز يعني فيه فرق كبير بينه وبين الايفون فحتى في القياسات لو تفتح البرنامج الميجور القياسات الجديدة أفضل بكثير من الايفون لو بتقيس لك أي شيء أي قطعة تحطها هنا شوفوا كيف حين الشاشة حسطها طليها شوفوا القياسات طلعت على طول أفضل من الايفون بكثير كلها من اللايدار اللايدار هو اللايت ديكشن عند رينجينج لحق يقيس لك البعد لحق الشيء ويقيس لك الرفلكشن أو الإعكاس لحق الإضاءة فممتاز ويعرف المسافة بين هذا وبين هذا بسرعة فالسنسر يعطيكيه على طول يعني أي جهاز حتى لو أنك تحط مثلا أي باد أو أي جهاز ثاني يعطيك القياسات على طول شو شون الشاشة وبالضبط أعطيك إياها طبعا الجهاز كاميرا أعطيك إياه مثل ما نشوف ثمانية فخمسة ونص فكجهاز كامل مش بس الشاشة ممتاز لحق قياسات البيت عندك بتقيس الفرش بتقيس الباب بتقيس أي شيء ممتاز والحركة حلوة لحق الـ AR هو الـ AR هاد الشي اللي عجبني كثير الـ AR أحين لو تتصور فيه في الـ AR في الأجهزة الغديمة لو بصور قطع الـ AR وبمثلا لما تطلع مثلا سناب شات ولا شيء تطلع مثلا جسمك ونت قاعد تلعب ولا شيء لو بتحط إيدك تشوف الجسم يتحرك يروح أحين مع الجديد الـ AR لا لو تحطه مثلا في اي كيا أو في شيء برضو تطلع شيء في اي كيا بتحط مثلا دولاب أو أي شيء تقدر تمشي تمشي قدامه ما راح يأثر لو تخلي أحد يمشي قدامه كأنه صج حقيقي ما يأثر عليك القطعة من الشخص فهذه الميزة الليدار ممتازة ممتازة وهذه الشيء اللي أنا بالنسبة لي يعجبني هنا لو كنت تبي تصور وتبي تستخدم الليدار الواقع المعزز اللي هو الـ VR الـ Wi-Fi 6 موجود فيه فبيكون سرعته ممتازة في الانترنت أفضل من الليباد الغديم هذي الشيء الجديد فلو نشوف هنا نفتح في فرق إذا كان عندك الراوتر يدعم الـ Wi-Fi 6 طبعا الـ Bing nd cam وصل لي 330 فحلو بالـ Wi-Fi 6 وصلنا لجهزك لما لا تكثر الجهزة فـ Wi-Fi 6 سيدعمك الجهزة الكثيرة لتشبك وفي الـ U1 الـ U1 تكلمت عنها في الـ iPhone الـ U1 هو القطع الداخل حق الإرسال القطع الداخلية لجهزة الجديدة وبينزل الـ AirTag حتى تنور الجهاز حقك حركة حلوة برضو الماوس الماوس موجود في الإيباد الغديم والإيباد الجديد أي أيباد عندك حتى لو ليس الإيباد برو يدعم الإيباد بإستخدام الإيباد وتتكلمت عن فيديوها ثانية نرجع لكم حين الـ Chip أو المعالج أنا أعرف كثير كثير متضايقين من الحركة ذي إن المعالج الجديد ما حطوا شيء فيه شيء قوي لكن كمعالج الـ A12Z الغديم اللي عندنا فيه A12X ما الفرق؟ ما ندري الفرق الوحيد اللي رح تلاحظه في معالجة الصور أو رسوميات لحق الإلعاب فيه فرق طبعا ما رح تلاحظه الغديم الغديم مش ممتاز لا ممتاز الغديم ويوفي بالغرض وإلى الآن مرتاح في الألعاب لكن هنا استبد قدام فما يحتاج إشتري أصلاً يعني إذا كان عندك الغديم ما يحتاج إشتري جديد لكن خلي نشوف الـ CPU مثلاً لو نضغط هنا نشوف الـ CPU بدون ما قد تكون الـ CPU أو المعالج نفسه نفس الغديمه هو من النفس المعمرية اللي هي A12 لكن A12Z قبل بس غيرت فيه لأنه زادت تقريباً الـ GPU فبما أن الـ GPU موجود في نفس المعالج فلازم يكون رقمه غير عشان يفرقون بين معالج الـ CPU اللي في المعالج غير من هذا فخلوا A12X و A12Z فنصيحتي إذا عندك الغديم لا تضايق وإذا عندك الجديد تضايق شي طبيعي يعني قبل تمت سنة ونصف فلازم تنزل جهاز جديد حق الأشخاص اللي ما عندهما يباد غديم يشترونا فلا تكون محبط بالعكس أن تستانس أنها عبادك إلى الآن نفسها وبرضة تشتري الجديد استانس أنه فيه مايك أفضل بطارية تعتبر ممتازة ما فيها فارق نفس ما تروح مثلا السوبر ماركت تشتري خبز بعدها بسبوع واحد من الشباب راح شراء ليش أهو صار أزداد منك شي طبيعي لازم السوبر ماركت أو الأشياء يسوون لك أشياء جديدة حق اليوم بيومها فأنت ما راح تضايق فهذه نفس الأشياء فماركتنج بس أبل عشان تبي الأشخاص اللي يشترون شي جديد يحسون أنه فيه فارق في الكاميرا سي بيو ممتاز هو عالي ما يقدرون خلاص هذا المكسيموم الحقي إلى الآن مع المعالج أوكي بعد نهاية السنة مثلا لو نزلون معالج جديد أو جهاز جديد يمكن يصير أفضل لكن إلى الآن ممتاز الغديم حقك ممتاز ومرتاح لا تقول أن يقطع لو أن يقطع قلنا أنه فيه مشاكل ليش مغيره هنا لكنه ما يقطع وهو ما أخذ أداء وما أخذ كل شي ثم لا يوجد فارق لو نتكلم عن الرام الرام تغير الغديم كان أربعة جيجا الرام إلا الوان تيرا لشريط الجهاز الوان تيرا سيكون ستة جيجا هنا الجديد كلهم ستة جيجا الرام سيلفي سبع ميجابيكسل تصور في الوث دي الخلفيات تصور في 4K60 في الان لكن اتمنيت أن يضعون 12 لأيفون لكن هذا لم يصوت شيء لا يوجد ضائع عندك أيباد الغديم لما أن الأيفاد الغديم خد تقريبا سنة ونص تعيش خاص الكثار المهم لو نشوف الهيستور لحق المعالج الجديد اللي سويتها فلو نشوف الأرقام النواة الواحدة 1111 جميع الأنوية 4x627 مثل ما نشوف إذا عندك أيباد الغديم ستسولى مقارنة مع Geekbench إذا ما عندك راح أعطيك الأنوية اللي عندي في الأيفاد الغديم توقع أن أرقام محقطة تشوفون كيف هذا آيباد غديم وهذا آيباد جديد في فرق السنجل كور هنا أعلى من هنا بشيء بسيط المالتي كور برضو يعتبر ما في فرق مع أن هنا ممكن أعلى خفيف ليش؟ لأن البرنامج الواعد يتحدث على المعالج الجديد لكن ما راح تتحدث ما راح تشوف في أي فرق برضو النواة مثل ما نشوف ثمانية هنا عندي النواة هنا عندي ثمانية فما يفرق لو نشوف هنا المتلز فلو نضغط على المتلز هنا هذا الفرق البسيط اللي موجد هنا تسعلاف تسعمية وخمسة تسعلاف ثلاثمية وثلاثة واربين هذا الفرق للعاب لحق الشغل القوي هل في فرق يلاحظ أو في فرق أنك تسوي أبغريد؟ لا طيب لو ننتقل معاكم للرام مثل ما نشوف لو نرجع هنا نشوف الرام هنا في الغديم أربعة في الجديد ستة رام نطلع نفتح لكم الانتوتو أشخاص كثير يبقون الانتوتو عشان الحق للعاب فلو نضغط الانتوتو هنا أنا و الرودي مسوي الانتوتو فننتظر الانتوتو يخلط هنا هذا الحق للعاب نشوف سرعة الجهاز و كيف يتحامى مع العاب بالأرقام كل ما يزيد الرقم كل ما يصير ماذا ما نشوف بالCPU والGPU والUX طيب نشوف معاكم السكور حق اللي يبقى للعاب هل في فرق؟ لا نازل طبعا ما رح تلعب الفرق طبعا نازل لأنه حررت الجهاز وسخن وكن ضغط عليه قبل شوي وبرضو ما فيه ابتمايزي الان يعني البرنامج ما بعرف أن هذا الجهاز لايبادة برو جديد فالبرنامج إذا أحدثه رح يتعدل أفضل الجهاز الغديم الأداء حقه ممتاز جدا وأكثر مما تبغي أو في اللعب اللعب مرتاح الجهاز مرتاح هو الردي فالجديد إذا صار نفسه أو أفضل من بشوي ما رح تشوف الفرق أصلا ما رح تحس فيه في المستقبل يمكن لكن الآن هو الردي ممتاز والجديد برضو أفضل من بشوي مثل ما نشوف هنا الجهاز يعرف أنه لايبادة برو لكن القديم إلى الآن ما بعد البرنامج يعرف هذا فتغريبا هذه الأشياء اللي نقارنها لو نقلب الجهاز من الخلف ونشوف الكاميرا ونشوف كل شي طبعا نحط دي براند عليه لو نشوف من الخلف بالنسبة لي أنا إلى الآن يعني استخدمت الإيباد الجديد والغديم ما يفارغ فقط حجم فأنت اللي تغرر بالنفس الشيء مثل ما نشوف فال11 نشي ركب على الغديم إذا كان عندك إيباد 11 نشي الكيبورد نفسه وعندك إيباد غديم تستطيع تركب عليه لكن كيبورد الغديم ما يركب على الكيبورد الجديد وكي؟ عشان بس فتح الكاميرا الجهازين نفس التصمين نفس كل شيء نتكلم عن الصوت سبيكر عالي عالي بقوة لدرجة أنه أزعاج بالنسبة لي فلو بنشوف المشكل لكم شيروس نفتح اليوتيوب فنشوف لون فتح اليوتيوب طيب حين لو بتسمعون الصوت وتابون تغرنون طبعا الإيباد 12.9 الغديمي نفس 12.9 اللي جيت في السبيكر ما يعتبر في فرق لكن الصوت عالي الصوت عالي بقوة لكن ستابع تغرنون مثل ما نشوف ممتاز ممتاز فالصوت ممتاز ممتاز بقوة في اثنينهم يعني فالقلم نفس القلم الغديم وهو الابل بنسل 2 والكيبوردات كيبورد الغديم والجديد اللي نشوف الألوان تختلف هنا غديم كحلي جاي أزرق أما الجديد غري هذا من الخلف مثل ما نشوف فتحة الكاميرا وعلامة أبل موجودة فمثل ما قلت لكم تقدرون تشتري الكيبورد الجديد وتركبون على البادكم الغديم لكن الكيبورد الغديم لا يركب على الكيبورد الجديد فلو بنشوف لو بنحط الوضعيات نفس الوضعيات بيوم أن الكيبورد مش تركباد فنفس الوضعيات لحق الايباد الغديم لو عندك كيبورد غديم ما في الا وضعيتين ديلي نحطها هنا وهنا نفس الايباد الغديم هذا الوضعي الأولى وهذا الوضعي الثاني فهتوقع من هنا تقدرون تشوفون الكيبورد وتشوفون الألوان الاختلاف فهنا الكحلي شوي أوازرق والثاني سبيسي غري شوي يعني لونة شوي لونة أسوت زيادة بالنسبة لي الكيبورد عجبني الغديم لكن الجديد يقولون قبل أن بتخليها بالألوان من المنشوف الكتابة عجبتني فلو ننتظر الجديد مع التركباد فراح يكون مدري أفضل ما عدري الى الآن فالمهم إنه راح يكون في إينارة برضو هذا ما في إينارة فيجيك نوع بكيبورد فبعضهم بدون كيبورد بس حماية لحق الشاشة ونوع الثالث يجيك مع التركباد وكلهم مش بكون على الآيباد الغديم والآيباد الجديد وأسعار الجهاز وأسعار الآيباد مثل ما قلت لكم 11 إنش و 12.9 إنش تقدر تخش موقع عبل وتشوف لا تسألني بكم سعره بكم هلاشية افتح بس موقع عبل وتشيك ففي النهاية عندي آيباد غديم أشتري آيباد جديد لا لا بليز بليز لا إلا إذا كنت تابع تصوير مايك أقوى فما في فرق أداء ما يفرق من في كل شي بس لو نشوف الكاميرا حين نفتح الجهازين ونشيك هذا التصوير حين من كاميرا الآيباد وبرو 2018 الكاميرا الأمامية تسمعون الصوت حقي والسبيكر كيف انتوا وكيفكم تلاحظون هذا التصوير حين من كاميرا الآيباد الجديد 2020 الكاميرا الأمامية تسمعون الصوت هل الصوت في فرق أو لا في نهاية الفيديو انت اللي تغرر ما تشتري ما في فرق بالجهاز ما في فرق بالجهاز ما في فرق بالجهاز ما نعرف شي اتول في زي ما نعرف شي 6 جيجا رام راح تفيدك في أشياء ما ادري فتح البرامج أكثر من برنامج نفس الوقت سبلت سكرين على الشياء غير بالنسبة لي على الفور جيجا رام على الايباد الغديم ممتاز لكن 6 جيجا رام هل تكون في شيء قوي في شيء جديد إلى الآن ما راح تلاحظ للشيء يعني مثلا بفتح 6 برامج يمكن في 6 جيجا رام راح يفتحهم كلهم لو رجع حق السارس ممتاز لكن في الأربع جيجا رام يمكن لرجعت الحق آخر واحد يمكن ما يشتغل كويس أو يطلع يعيد فتح البرنامج لكن بالنسبة لي لأجهزة ممتازة ما فيهم شيء أجهزة جبارة عندك الغديم استانس وفرح ما في شيء جديد عندك الجديد استانس وفرح عندك كاميرا ممتازة مايك أفضل U1 راح يدعمك قدام Wi-Fi 6 عندك رام أفضل إذا حسيت بذفس الرام لكن لأشخاص اللي يقول رام أكثر حصلنا ممتاز استانسوا بالرقم رقم واجد زيادة 2 عندك فقط فأنت غرارك وأنت شلي تبي عيباد غديم؟ عيباد جديد كاميرا وتصوير طيب لو بتغرر عندك مثلا عيباد غديم وتبي تغرر عيباد 12.9 و11 كيف تشتري فعندي لك الحل نبدأ عيباد Air حجمه 9.7 عيباد الغديم هذا الفرق بينه 12.9 نشغل لو بنحط هذا الأيباد الجديد في الوسط فراح يكون H مثل ما نشوف بعدين هذا فإذا عاجبك الأيباد Air 9.7 ممتاز لك الأيباد الجديد إذا عاجبك الأيباد 11 إنش ممتاز إذا تحس إنه حجم صغير اشتر كبير إذا عندك لايباد مني فهذه المسافة مثل ما نشوف ثلاثة صابع يعتبر في الطول عشان توصل لحق لايباد 11 إنش خمسة صابع أو أربعة صابع تغريبا وشوي عشان توصل لحق لايباد الكبير فهذه المغارنات بينهم اثنين هم لايباد مني لو بحطه هنا هذا الحجم بينه وبين الايباد الصغير بتقيت غارن بالكبير بالمسافة هذه ايباد اير مع الكبير فبتغارن هذه المسافة شو كيف يعني اقدر اقول صابع بزاوية شو خفيفة فانتلك الغرار طبعا لو بتغارن بالشاشة لا في فرق لان الشاشة يجب ان تطلع الجهاز عشان تحطه بالحافة اللي هنا بس ففي نهاية الفيديو مثل ما قلت بكم لا تنسون اشتراك في الغناة طبعا الصور والفيديهات ديلي ستشوون الفيديهات ثانية موجودة في سناب شات عندي فطيفوني في سناب شات راح يعجبكم المحتوى اللي هناك في اشياء جديدة في خلف الكواليس في التصوير هذا راح تشوون الفيديو ورح تضفين السناب في اشياء جديدة في سناب شات يسألوني اقدر اجاوب عليهم افضل من هناك كثير لشان اي شخص يسألني يقدر اجاوب عليه في الفيديو هناك ونحط طغرات اسئلة ونحط مرامج وشرحات في اشياء ما نزلهم في اليوتيوب وننزلهم هناك فضيفوني هناك ونشاهدوني ونصر عندكم سؤال سلواني لك بس ففي نهاية الفيديو مثل ما قلت لكم لا تستطيعون اشتراك في الغناة ونشر المقطع وعمل لك في المقطع وتعليقاتكم تحت اهمني ولا تنسوا الوضع لدعاكم والسلام عليكم ظهر